موسيقى مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة هناك ثلاث قمم ثلاث قمم بتحدث حدث منهم قمتين من حوالي يعني في خلال الثلاثين يوم اللي فاتوا دول وهناك قمة جديدة ان شاء الله بإذن الله تعالى بكرة قمم اللي أنا بتكلم عليهم التلاتة دول هم قمم مهمين جدا لكل حضاراتكو دول العالم وتكتلات دول العالم حضاراتكو في عندنا يا مشاهدي قناة نايل لايف وصفحة جديدة هذه القمم بتجمع جميع دول العالم اللي حصل زي قمة المناخ أو قمة الأمم المتحدة للتغير المناخ قاب 27 في شرم الشيخ هذه القمة اللي أنا بتكلم عليها وهي القمة من الثلاثة واحدة منهم اللي هي كانت في شرم الشيخ حضاراتكو الشهر اللي فات في أرض السلام وتجمع عدد كبير جدا جدا من دول العالم عشان يتنقشوا في مشكلة المناخ ومشكلة التحدي الكبير اللي بيواجه العالم في تغير المناخ ووصول هذا التحدي إلى أنه ممكن يكون بيأثر على حياة الإنسان على الكرة الأرضية هذه هي القمة الأولى في شرم الشيخ قمة قاب 27 في شرم الشيخ القمة التانية حضاراتكو اللي حصلت من تقريبا أواخر الأسبوع اللي فات وهي القمة الخاصة بالصين والدول العربية القمة دي برضو عدد كبير من دول العربية مكانت متواجدة وقمة بتجمع عدد من الدول العربية وأيضا هذه القمة مهمة جدا وتدي معاني واستراتيجيات مهمة جدا لمستقبل الدول العربية القمة حضاراتكو القمة السعودية العربية أو القمة أنا أسف الصينية العربية اللي نعقدت فيها الرياض في المملكة العربية السعودية هذه القمة أيضا هامة فيه أنك أنت يبقى فيه تكتلات وأن يبقى فيه اهتمامات من الدولة العظمى اللي هي الصين واهتمامها بأن هي تتكلم مع الدولة العربية ويبقى فيه علاقات متبادلة واتفاقيات متبادلة تصب في الآخر فيه مصلحة الدول العربية والاقتصاد العالمي إذا كان الاقتصاد الخاص بالصين أو الاقتصاد الخاص بالدول العربية حضرتك القمة الثالثة اللي هي إن شاء الله هتبتدي بإذن الله تعالى غدا الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 وهي في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن وهي القمة الأمريكية الأفريقية وهذه القمة القمة الثانية القمة الأولانية كانت في 2014 أثناء تولي الرئيس أوباما زمام الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية وأثناء رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والحقيقة دي القمة التانية الأمريكية الأفريقية حضرتك لما تتأمل التلات قمم دول تحس إنه فيه نوع من الاهتمام الكبير جدا بمجموعة الدول العربية والقارة الأفريقية أو بمعنى صح الدول النمية والدول الفقيرة المتواجدة في القارة الأفريقية اللي هو في الاتحاد الأفريقي الـ 54 دولة بيصبوا في الآخر في أنك أنت تحس كشعوب في جميع دول العالم تحسوا إنه فيه تكتلات محاولة لعمل تكتلات محاولات لعمل يبقى فيه منفعة مشتركة بين الدول العظمى وبين الدول النامية والدول العربية هناك العديد والعديد من التصريحات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية إنه في احتمال كبير إنه الرئيس الأمريكي جو بايدن عنده نية بإنك أنت يبقى فيه دعم يدعم انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة LG 20 اللي هو الدول الكبرى العشرين في مجال الصناعة ودول الكبرى فيه اللي بتتأثر فيه بتأثر في دول العالم فيه مجال الصناعة ومجال التجارة والاقتصاد بشكل عام فكذب صداقات جديدة جذب معلومات جديدة جذب استثمارات جديدة تصب في الآخر فيه مصلحة الدول العربية والقارة الأفريقية حضرتكو محللين سياسيين وخبراء أمن عالميين بيقولك إن القمة بإذن الله تعالى اللي هي غدا بإذن الله قمة الأمريكية العربية لإحتواء النفوذ الصيني والروسي في القارة بعض التصريحات بتقول كده إنه يعني عايزين نتقرب أكتر للقارة الأفريقية نتقرب أكتر للدول الأفريقية ده بخصوص القمة الأمريكية الأفريقية اللي هتوصل في واشنطن بإذن الله تعالى غدا من يوم 13 إلى يوم 15 بإذن الله تعالى هنا الدولة المصرية جمهورية مصر العربية بتشترك في الثلاث قمم دول قمة الأولانية اللي هي قمة المناخ أو تغير المناخ قاب 27 اللي هي قمة الأمم المتحدة للتغير المناخ قاب 27 فمصر هنا مشتركة في هذا التجمع العظيم اللي حصل من جميع الرؤساء دول العالم في شرم الشيخ إن هي الرئيسة القمة أساسا قاب 27 وإن شاء الله هتستلم الإمارات 20-23 هذه القمة الخاصة بتغير المناخ وخلال بقى حضرتك السنة دي لغير تقريبا نوفمبر 20-23 حيتكون مصر هي الرئيسة فهي مصر بتقوم بدور عظيم جدا فيه في هذا المجال فلما مصر كانت موجودة في المملكة العربية السعودية في قمة الصين الدول العربية فأكيد الدولة المصرية بتتكلم مع جميع الدول المحيطة أو موجودة في المملكة العربية السعودية بتتكلم عن مشكلة المناخ وأيضا فخامة الصيد الرئيس عفتاح السيسي في هذه القمة كان بيتكلم أيضا عن أو طرح مشكلة سد النهضة وحسة ماء في نهر النيل وأيضا بإذن الله تعالى وصول فخامة الصيد الرئيس عفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحضور هذه القمة بإذن الله تعالى اللي حتبتدي يوم الثلاث إلى يوم الخميس في القمة الأمريكية الأفريقية برضو الدولة المصرية أكيد هتتكلم عن مشكلة التغير المناخ وهذا الملف اللي هي هتكون شايله لمدة سنة وأيضا فخامة الرئيس عفتاح السيسي مما لا شك فيه أنه برضو هيفتح مشكلة سد النهضة وحسة المياه من نهر النيل وهذا الملف الهام جدا لمستقبل الشعب المصري بدون مياه ما فيش حياة فهنا مصر مشتركة في كل القمة مصر مشتركة في القمة الخاصة أيضا بمملكة العربية السعودية وقمة الصين مع الدولة العربية وهذا الكم من التعاون والمشارقة ما بين الصين وجمهورية مصر العربية من حوالي أسبوع أنا تكلمت في أنه الدولة المصرية عملت توازن في العلاقات الدولية ما بين جميع دول العالم بعد ثورة 36 2013 ورئاسة جمهورية مصر العربية في خامس السيد رئيس عفتاح السيسي في 2014 مصر عملت توازن في علاقتها بجميع دول العالم وابتدته أكتر وأكتر في تنويع مصادر السلاح هذه المنظومة أو هذا العنوان يطبق حاليا في هذه التلات قمم يطبق حاليا في التلات قمم اللي احنا حضرتك بتكلم عليهم حاليا فحضرتك إن شاء الله بإذن الله تعالى لا خلينا أتكلم الأول عن برضو قمة الصين حضرتك الدولة العربية ونشاط الرئيس عفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة العربية الصينية في الرياض في أول قمة نتكلم عليها هي قمة المناخ قمة التانية نتكلم فيها هي القمة الصينية العربية في المملكة العربية السعودية اللي هي انعقدت ما بين الصين والمملكة العربية السعودية والصين ومجلس التعاون الخليجي والصين ودول العربية وعدد كبير جدا من الرؤساء كانوا متوجدين في الرياض دعم للعلاقات العربية الصينية وخاصة الصينية المصرية التاريخية بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة حوار سياسي ممتد بين الجانبين التعاون مشترك في صعيد الاتصادي والتنموة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي هناك لقاءات ثنائية كانت لفخامة الصيد رئيس عفتاح السيسي لو حد هيسألني هو انت ليه بتجيب سيرة القمة دلوقتي ما يخلصت بتتكلم بس على القمة اللي جاية ان شاء الله لا انا بربط ما بين التلات قمم ببعض وانه مصر مشتركة في التلات قمم ومصر على فكرة عامل مشترك مهم في التلات قمم دول العالمية فالرئيس المصري فخامة الصيد رئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان في الرياض في القمة الصينية العربية اتقى عدة لقاءات ثنائية ما بين الرئيس مع الرئيس الصيني شين جين بنغا والرئيس التونسي قايس سعيد ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس وزراء العراق محمد الشباق الشياع السوداني لتبحث في عدة موضوعات تخص الساحة العربية والإقليمية واختتم الرئيس زيارته بطبعا لقاء ثنائي مع ولي العهد الملك محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية زي ما بقول أنه مصر متواجدة في الثالث قمم المهمين اللي حصلوا في خلال الثلاثين يوم اللي فاتوا وإن شاء الله البداية في القمة الأمريكية الأفريقية اسمحوا لي أن أنا فيه كان فيه مؤتمر في نهاية القمة في نهاية القمة الصينية العربية كان فيه مؤتمر صحفي فيه النهاية كان بيجمع وزير الخارجية السعودي وأمين عام جامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيد في هذا المؤتمر الصحفي فيه جزء مهم جدا محتاج أن احنا نبرزه مع بعض أو نفهمه مع بعض ودي لفتة مهمة جدا أن احنا نستوعبها أكثر وأكثر فبعده مما جاء في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيد في هذا المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية الصينية كان بيتكلم عن الربيع العربي اللي حصل فيه الفتر اللي فات بعد 2011 وأنه هو كان مسميه التدمير العربي كان مسميه التدمير العربي وكان بيتكلم حتى بوجه كلام برضو للإعلامي أحمد موسى أنه هو كان مشتركين في هذه الكلمة عن المشكلة الخاصة في الربيع العربي وما حدث من إسقاط بعض الدول العربية للأسف الشديد كان هناك دول استطاعت استعادة نفسها زي مين؟ زي جمهورية مصر العربية وكان هناك دول ما زالت بتحاول أنها تمسك نفسها تاني وطبعا واضح حضرتكم أن احنا نقول العراق، تونس، سوريا، اليمن، ليبيا واضح سيد أحمد أبلغيت كان بيتكلم أنه منذ 1980 كانوا كل دول العامة والمحللين والسياسيين من 1980 تقريبا كان بيتكلموا أنه فيه غول كبير أو فيه قوة عظمة آتية في السنوات القادمة وهو طبعا القارة أسيا وقد إنهم الدول دي فيه نمو عظيم جدا وفيه تنمية عظيمة جدا في المجال التكنولوجي وفيه كل الأدوات وفيه كل المعاني الاقتصادية والسياسية وكانوا بيسموها نمور نمور أسيا في تلك الفترة يعني طبعا هناك انطلاق كبير لبناء الصين الحديث بعد 1979-1980 قدي إيه الصين في الفترة دي كانت بتامه بشكل قوي جدا وأصبحت قوة اقتصادية هائلة وبتهدد أنا بأضيف يعني أنها بتهدد أكبر اقتصاد عالمي وهي الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هناك تبادل تجاري واقتصادي مهم جدا جاي في اللي جاي مهم فسيد عامل بلغيت بيتكلم انه الصين جاية من 1980 وقارة اسيا قد ايه هم النمور الاسيوية قادمة في مجال الاقتصاد قوية جدا وايضا الدول العربية النمية والفقيرة عايزة تبني بلدها وعايزة تعمل تنمية وعايزة تعمل نهضة في بلدها فهذه المشاركة العظيمة لما بين الدول العربية والقارة الافريقية الدول الفقيرة في الدول الافريقية والتعاون مع دولة الصين فانها ممكن تستفيد من خبرات الدول الاسيوية في نهوض هذه الدول بشكل كبير العرب اللي عاوزين بيبنوا مجتمعهم وتوفير الرفاهية لشعوبهم واتجاه العرب للشرق على رأسهم الصين طبعا وروسيا ولكن هنا وده حقيقي وده اللي بيحصل وده اللي حصل في قمة الرياض حضرتكم وده اللي حصل في قمة الرياض اللي هي الخاصة بقمة الصينية العربية ولكن هنا فيه رأي مهم جدا ان احنا نسمعه وهو رأي الخاص بسيد احمد ابو الغيت امين عام جامعة الدول العربية صعب ان نزعم ان الغرب او الولايات المتحدة الامريكية يمكن ان احنا ننساها او نتغافلها او ان احنا نقول ان احنا خلاص كعرب او كدول عالم حتى اتجه نحية الشرق وننسى الغرب حتى هو بيتكلم يعني ان احنا ما ينفعش نغفل هذه المعلوبة ولو على الاقل من وجهة نظره هو الشخصية مهم او ان احنا نسمع الكلام ده مهم ان احنا نفهم الكلام ده لان انا الحلقة اللي فاتت من حوالي اسبوعكم تعمل اتكلم عن قد ايه ان مصر عملت نموذج لجميع تقريبة الدول العربية والدول الافريقية والدول النامية والدول الفقيرة فانها تعمل توازن مع القوى العظمة اذا كان روسيا اذا كان الصين اذا كان كوريا اذا كان اللي هو الشرق والهند وما بين انك انت يبقى فيه تعاون وعلاقات دبلوماسية وعلاقات تجارية واقتصادية ومع ايضا الغرب اذا كان الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة الامريكية فهنا السيد احمد ابن الغيد صعب ان نزعم ان الغرب او الولايات المتحدة الامريكية يمكن ان ننساها او يمكن لان امريكا هي اكبر قوة اقتصادية في العالم ما زالت الولايات المتحدة الامريكية هي اقوى اقتصادا في العالم نعم الصين بتهددها نعم ولكن ما زالت الولايات المتحدة الامريكية هي اقوى دولة في العالم اقتصاديا والدليل الدولار في كل حتة في العالم والدليل الدولار اللي موجود في كل حتة في العالم واللي بيقرد كل دول العالم حاليا بما فيهم مصر وكثير من الخبراء والعلماء اقتصاديين بيحاول يفكروا ان احنا مش احنا بس كثير من دول العالم بتحاول ان هي تبعد ان هي تربط نفسها بالدولار وتبتدي تفكروا ان هي تربط نفسها بالعملات الصينية والروسية صعب ان احنا نزعم ان الغرب او الولايات المتحدة الامريكية يمكن ان ننساها لان امريكا هي اكبر قوى اقتصادية في العالم امريكا هي اكبر ميزانية حربية في العالم وذكر السيد احمد ابو الغيت ان هي في ميزانيتها 730 مليار دولار في السنة 730 مليار دولار في السنة ميزانية الجمهورات المتحدة الامريكية في المجال الحربي وصناعات الحربية ده بقى بيساوي ايه حضراتكو التسع دول اللي في القرى الاسية اللي هم بيحاولوا يعني يبقوا موجودين على الساحة وموجودين على امام القوة الغرب وما تساوي 9 دول الثانية في الانفاق العسكري هنا ايضا حاجة او ملحوظة مهمة للسيد احمد ابو الغيت امين عام الدول العربية جامع الدول العربية لما بيتكلم عن انه في ناس كتيرة متخوفة في جميع دول العالم بانه ممكن الصراع الصيني الامريكي يوصل لمرحلة حرب او لمرحلة حرب باردة او مرحلة يعني يبقى فيه تصارع زي ما حصل مثلا ما بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا سابقا هو دلوقتي برضو لسه فيه صراع ما بين الروسيا والحرب الاوكرانية الروسية وامداد امريكا والغرب الاتحاد الاوروبي بالسلاح لاوكرانيا بالحرب بالنيابة عنها يعني ما زال ولكن هنا سيد احمد ابو غير بيوضح انه زمان لما كان فيه حرب ما بين حرب باردة او حرب بشكل عام ما بين امريكا وامريكا وروسيا ما كانش فيه حجم تبادل تجاري واقتصادي متبادل ما بين روسيا وامريكا زي ما هو متواجد دلوقتي ما بين الصين وامريكا فحضرتك اطلق عليه صمام الامان اطلق على هذا الربط الاقتصادي والمنفعة الاقتصادية والتجارية ما بين البلدين بانها ده عبارة عن صمام امان ان الموضوع ما يتطورش اما الصدام مع روسيا في السبعينات والثمانينات كان قائم عشان لا يوجد بصالح اقتصادية في تلك الفترة مثل الصين وامريكا حاليا ايه بقى حجم التبادل التجاري والسماعي ببين التجاري واقتصادي ببين الصين وامريكا ايه حضرتك فيه حجم التجارة الامريكية الصينية 700 مليار دولار في السنة فانت يا مواطن يلي شايفني على شاشة نايل لايف اكيد لما هيحصل الصراع طبعا 700 مليار دول مش هيكون متواجدين يعني فيه مصلحة متبادلة تجارية واقتصادية ما بين الدولتين ولكن ما يمنعش انا بقى بزود يعني ده اللي قاله سيد احمد ابلغيت اكمل ما يحدث الان هو اعتراف عربي وعالمي بقوة طبعا الصين وبقوة اقتصادية تكنولوجية نامية لها قدرتها والعرب يرغبون في بناء المجتمعات العربية وخاصة ان الصين يقدم هذه المجالات بدون شروط وده بقى حضرتك اخر كلمتين من السيد احمد ابلغيت انه الصين هنا لما بتيجي تدعمك وبتعمل مشاريع معاك ويبقى فيه نمو وفيه ازدهار طريق الحرير مثلا اللي حيدوم عدد كبير جدا من الدول اللي حيمر فيها وتستفاد بهذه الخط التجاري التاريخي لما بيحصل لك نمو وتنمية ويديك امكانياته التكنولوجية وانه يبني عندك ويساعدك في كتير من المشاريع القومية اللي بتحصل مثلا في جمهورية مصر العربية ما بيجيش يقولك انت لازم تامشي بالطريقة الفنانية ويبقى فيه تحكم من الدولة الصينية في الدولة المصرية في قراراتها يعني معنى اصاح ما بيدخلش فيه القرارات الشأن الداخلي لجمهورية مصر العربية او لأي دولة اخرى ماذا زي بعض الدول الغرب اللي بيدخلوا بشكل او باخر نروح لفاصل سريع ونرجع تاني حضرتكو على مدار تلات يام بإذن الله تعالى بداية من الثلاثاء تلاتاشر ديسمبر عشرين اتنين وعشرين اللي هو بكرة بإذن الله تعالى على مدار تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر اللي هو الخميس هيكون فيه القمة الامريكية الافريقية التانية القمة الاولانية كانت حضرتكو في الفين وربعتاشر عاما لما كان فيه الرئيس الامريكي اوباما ومنذ الفين وربعتاشر الى يومنا هذا اللي هو بكرة ان شاء الله تلاتاشر ديسمبر عشرين اتنين وعشرين لم تعقد هذه القمة تاني كان فيه نوع من يعني عدم الاهتمام ولكن رجعنا تاني نهتم بالقارة الافريقية من الولايات المتحدة الامريكية ابتدى يبقى فيه الولايات المتحدة الامريكية عايزة تتكلم بالنحية الديمقراطية عايزة تتكلم عن بناء الانسان عايزة تتكلم عن المشاريع اللي ممكن تستثمر فيه القارة الافريقية عايزة تتكلم انه افريقيا هي القارة الاكثر واسرع نموا فعايزة تهتم بهذه القرى الأفريقية عايزة تهتم بحقوق الإنسان وعايزة تتكلم عن المشاريع اللي ممكن تجمع ما بينه وما بين بعض والاستثمار في هذه الدول فهذه القمة اللي حتكون في واشنطن تضم 49 دولة أفريقية لبحث مستقبل الإعلاقات الأمريكية بدول القرى الصمراء الأفريقية وبعد المحللين زي ما قلت بيقولوا إن هذه القمة لإحتواء النفوذ الصيني بالقرى شايفين كويس قوي الصين وروسيا عبقالها عدة سنوات عليها علاقات قوية جداً بالدول الأفريقية مما لا شك فيه وحابلغ حضرتك دولوقتي أكيد القرى الأفريقية والدول الأفريقية غنية بالمواد الخام اللي بتخش فيه التصنيع إذا كان التصنيع في الصين أو التصنيع في أمريكا أو التصنيع في أي حتة فالقمة الأولى كانت تحت إدارة الرئيس أوباما وعندما كان بايدن إبن للرئيس الرئيس الأمريكي الحالي بايدن لم يزور القارة الأفريقية على فكر غير مرة واحدة في شرم الشيخ لقمة المناخ كوب 27 في قمة الأم المتحدة لتغير المناخ طبعاً تركز إدارة بايدن زي ما قلت على حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية في أفريقيا في بعض التصريحات بتقول إنه هو لم يوجه الدعوة أمريكا لم توجه الدعوة لأربع دول أو خمسة مالي السودان غينيا بوركيدا فاسو أريتريا ويقول إنه لم توجه الدعوة إلى الدول التي ليس في وضع جيد مع الاتحاد الأفريقي طيب هذه القمة من المنتظر سيتكلموا في إيه منتدى القادة الشباب الأفريقى والشتات منتدى المجتمع المدني منقشات حول المناخ والصحة منتدى الأعمال بين الولايات المتحدة وأفريقيا يوم الفرص للشركات الأفريقية والأمريكية يوم القيادة بمشارقة بايدن ورؤساء الدول والوفود المشاركين من الدول الأفريقية اللي هم التسعة واربعين دولة حيكون منهم الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتجمعات المهجر في أمريكا وطبعا بالإضافة إلى قادة الدول الأفريقية القارة التي توصف القارة بالأسرع نموا في العالم زي ما قلت بعد تصريحات المسؤولين في أمريكا بتكلم أنك أنت لازم نهتم بالقارة الأفريقية لأن هذه القارة هي الأسرع نموا في العالم أمريكا تحاول توفير جميع الأدوات المتاحة ومنها تمويل التنمية والقروض والدعم الفني ودعم الإصلاحات التشريعية هناك اتجاه بأن يعلن الرئيس الأمريكي دعم للانضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين عايز الرئيس الولايات المتاحة الأمريكية أنه هو يضم الدول الأفريقية لمجموعة العشرين اللي هي الجي تونتي الجي تونتي دولة هما يضموا عشرين دولة اللي هي أكثر الدول أقوى الدول الصناعية في العالم مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات في العالم إيه مجموعة العشرين خاني أقود فكرة كده معلومات حلوة يعني لأن ده غالباً حيعلن في القمة الأمريكية الأفريقية بكرة إن شاء الله أو في خلال التلات أيام المجموعة العشرين دي اللي هما 80% من الناتج الاقتصادي العالمي هما بينتجوا 80% من الاقتصاد العالمي ثلثي سكان العالم 3-4-3-4 حجم التجارة العالمية يناقشون القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية تأسس سنة 1999 دول اللي بيفكر الرئيس الأمريكي إن احنا نضم الاتحاد الأفريقي لهذه العشرين دولة هقولاش العشرين دولة اللي ممكن يعني يكون فيه تبادل خبرات تبادل منفعة بين الجهتين ثريعاً مين هما العشرين دولة اللي هما الجي 20 الأكبر اقتصاداً وأكتر صناعاً وكل حاجة الأرجنتيني، استراليا، البرازيل، كندا، الصين، المكسيك، جمهورية كوريا، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، الهند، اندونيسيا، إيطاليا، اليابان دول العشرين دولة واحتمال كبير جداً ينضم إليهم الاتحاد الأفريقي اللي هو الدول الأفريقية معلومات حلوة أن احنا نفهمها واستعداداً يعني لهذه القمة إن شاء الله اللي هتبتدي غداً في واشنطن في قانون قردي في الوقت المتحدة الأمريكية بقالوا عدة سنوات إنك أنت هذا القانون بيدعم إنك أنت تروح تستثمر ويبقى فيه علاقات جيدة مع الدول الأفريقية فالرئيس الأمريكي جو بايدن حالياً في هذه القمة بيرجع هذا القانون وبيحاول يفعله من أوله جديد بحيث أنك أنت يبقى فيه استثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية في القرى الأفريقية والدول الأفريقية أكثر وأكثر ويبقى فيه تبادل تجاري ما بيننا وبينهم أكثر وأكثر وسوف يكون على تزيادة الاستثمارات في القرى الأفريقية والتنمية وزيادة فرص التبادل التجاري بين الجانبين في بداية الحلقة أنا عملا أتكلم أنه كل الدول العالم العظمة مهتمية بشكل قوي جداً بالقرى الأفريقية هنا بيهتموا بالقرى الأفريقية على أنهم دول دول في القرى الأرضية 54 دولة وأيضاً بيهتمين لأنك أنت هذه القرى الأفريقية عندها الكثير وكثير من المواد الخام اللي بتخش في تصنيع بشكل عام هناك قضايا سوف طبعاً فيه قضايا حتفتح فيه 3 أيام دول قضايا السلم والأمن هناك قضايا خاصة أمن الطاقة وقضايا المناخ هناك قضايا خاصة بأمن الغذاء خاصة بالتعليم والصحة دعم الديمقراطية والمرأة وحقوق الإنسان الشباب التعافي من وباء فيروس كورونا تأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية وسلاسل الإمداد إذا كانت في الطاقة أو في الغذاء كل دي طبعاً أكيد حاجات حتناقشوا فيها يعني وخاصة أن حضرتك يعني دول العالم كلهم عندهم مشكلة تضخم وزيادة أسعار ومشكلة في الاقتصاد بشكل عام بما فيهم على فكر الولايات المتحدة الأمريكية هناك فعاليات ثقافية وفنية هناك أكيد لقاءات ثنائية بين الرؤساء وبين الرئيس بايدن والرئيس الأمريكي وبين باقي الرؤساء وهناك أكيد قادة كبيرة طيب حقول آخر معلومتين صغيرين وبعد كده نقرأ بعضهم من الأخبار عشان بعد كده نستقبل ضيفي جوة القارة الأفريقية يعني واحد من يعني ما يميز القارة الأفريقية القارة الأفريقية بتنتج 75 مليار برميل من النفط 9% من الاحتياط العالمي من النفط في القارة الأفريقية 95% من احتياطات الماس في العالم الماس حجر الماس وتنتج نصف انتاج العالم من هذا المعدن الثمين 70% من معدل الانتاج العالمي من الدهب 70% من المعدل العالمي لانتاج الدهب موجود في أفريقيا في بلادنا في أفريقيا تنتج أيضا 33% من النحاس على مستوى العالم فالقارة الأفريقية إن شاء الله بإذن الله تعالى كل دول العالم نوية أنها تهتم بيها كل طبعا التوفيق لهذه القمة الهامة جدا للقارة الأفريقية وهامة أيضا أكيد للولايات المتحدة الأمريكية أنها تهتم بالدول الأفريقية والدول النامية والفقيرة في أفريقيا حضراتكم خلينا نتكلم مع يعني نقول بعض من الأخبار النهاردة هيكون ضيف اللي منورني فيه للستوديو الدكتور وليد جابالة الخبير الاقتصادي ونتكلم عن سياسات الحكومة الاقتصادية وتوفير احتياجات المواطن وخصوصا أن فيه رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ظهر بتقرير الرد على الدعاءات والشائعات بخصوص أداء الاقتصاد المصري هنتكلم عن هذا الموضوع وأيضا أكيد حفتح معاها هذه القمة اللي بإذن الله تعالى أعطى نعاقد أمس بقرة إن شاء الله في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية القمة الأمريكية الأفريقية أول خبر الرئيس السيسي استقبل المدير التنفيذ لمجموعة أورنج العالمية للاتصالات استقبل الرئيس عفتاح السيسي اليوم كريستال هيدمن المدير التنفيذ لمجموعة أورنج العالمية للاتصالات وذلك بحضور الدكتور عمر طلعت وزير التنفيذ لمجموعة أورنج المعلومات إلى جانب ياسر شاكر المدير التنفيذ لشركة أورنج مصر وجيرجوم هنك المدير التنفيذ لأورنج للشرق الأوسط وأفريقيا وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض جهود التعاون المشترك مع مجموعة أورنج في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات ورحب الرئيس بالزيارة الأولى لمدير التنفيذ لمجموعة أورنج العالمية إلى مصر موضحاً حرص مصر على التعاون مع الشراكات الفرنسية العالمية زاد الخبرات العارقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر ومن ضمنها مجموعة أورنج العالمية وذلك في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحاول الرقمي وتطوير نظم التكنولوجيا لإدارة المنشآت والمدن الجديدة الرئيس السيسي استعرض مع وزير الخارجية تقرير استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اجتمع الرئيس عفتاح السيسي اليوم مع سامح شقري وزير الخارجية وقال السفير بسام راضي المتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنوى قيام وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذي الأول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأشار وزير الخارجية إلى أن عدد التقارير شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكملة في تنفيذ الاستراتيجية والتشاور مع المجتمع المدني حول أفضل ممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع واجتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطر 2022 وذلك في إطار اطلاع الأمانة الفنية لللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات رئيس الوزراء الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسن مع كل من يخزن السلع أو يبالغ في أسعارها عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً والسعن اليوم بشأن الضبط أسعار السلع بحضور الدكتور علي المصلح وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء عصام العزب نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي ومسؤولي الجهات المعنية وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع في ظل ما تلاحظ من جهود تفاوت في الأسعار وارتفاع غير مبرر في بعض الأحيان وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيتم بعدها المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي منفذ منفذ بيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يغالي في أسعارها التعليم توجه بمراعاة الأجهزات والأعياد في امتحانات النقل والشهادات للترم الأول أصدر الدكتور رد حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتاباً دورياً للمديريات التعليم بمراعاة موعيد الأجهزات والأعياد الدينية والقومية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 20-22-2023 التعليم تعلن تدريب المعلمين على صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 20-23 الصحة تطعيم شل الأطفال متاح ومجاني للمصريين والأجانب قالت وزارة الصحة والسكان أن لقاح شل الأطفال متاح ومجاني داخل الحملة القومية التي تم إطلاقها أمس وتستمر لمدة أربع أيام وذلك للأطفال المصريين والأجانب التضامن تطلق المنظومة الإلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة بمصر أطلقت الدكتورة نيفيني القباش وزير التضامن الاجتماعي والمنظومة الإلكترونية المتكملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وفي طهار عام المجتمع المدني عشرين اتنين وعشرين مؤكدة أن الرئيس أعلن أن عام عشرين اتنين وعشرين عام المجتمع المدني تقديرا للدور المجتمع المدني وأهمية وجوده وأكدت أنه سيتم إعلان استراتيجية التطوع الإسبوع القادم مجلس الشيخ وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون صندوق مصر الرقمية آخر خبر معنا حضراتكو النهاردة وهو غدا تقص معتادل نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة على طرق والصغرى 15 درجة ده كان مقدمتي وحضراتكو بعض من الأخبار بعد الفاصل حضراتكو هيكون مشرفني في الاستوديو الدكتور وليد جابالة الخبير الابتصادي ونتكلم معاه عن رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بتطلع التقرير الرد على الدعاءات والشائعات الخاصة بأداء الاقتصاد المصري ونتكلم طبعا عن جزء من هذه الفقرة عن القمة الأمريكية والأفريقية بإذن الله تعالى اللي هتبتدي غدا إن شاء الله في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية فاصل وراجعين حالة شكرا